كما سبق وطرق الأستاذ محمد خاصة ما تعلق منها بتصريحات الكاذبة لأن تصريحات الكاذبة في قيمة بدل الإيجار تكون عندها عواقب وخيمة خاصة إذا كان هناك نزاع بين المؤجر والمستأجر وهي يعني الضرر تاعها ينصب بدرجة أكبر على المستأجر لأن المستأجر هو حالقة ضعيفة في علاقة الإيجار لأن المؤجر هو ره المالك وبإمكانه في أي لحظة يكون ينتهي عقد الإيجار يقوم بطرد المستأجر وإحنا نشوفه باللي المستأجر يعني حفاظا على مصالح يعني كان من مصلحته أنه يصرح بقيمة الإيجار يصرح بكامل القيمة اللي يقدمها ببدل الإيجار الشهري هذك لأنه موش مصلحته باش يعطي قيمة أقل خاصة إذا كان هناك تسبيقات وإحنا نشوفه باللي أغلب يعني الإيجارات الساكانية هذه تكون بتسبيقات لمدة سانة وعلى الأقل ست أشهر وبمبالغ ضخمة نعم لما يوقع إشكال ويروحوا مثلا القضاء ولا يحوس يسترجع الأموال ما عندوش ما يتبت القيمة اللي يقدمها للمؤجر ترجمة نانسي قنقر